تغير جذري في القلب السوري الأسد يعين وزيرا جديدا للدفاع ترى ما السبب؟ أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الخميس من إبريل نيسان الجاري مرسوما بتعيين اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية فيما لم تذكر الوكالة أي تفاصيل إضافية عن أسباب ذلك القرار ويغلف عباس في المنصب العماد علي أيوب وتولى أيوب منصب وزير الدفاع في الأول من شهر يناير لعام 2018 وقد كان رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش وقوات المسلحة في الثامن عشر من تموز من عام 2012 وحتى تعيينه وزيرا للدفاع وهو الثالث على رأس الوزارة خلال نزاع في سوريا وكان العماد أيوب يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان قبل ترقيته خلفا للعماد فات جاسم الفريج الذي عين وزيرا للدفاع في يوليو من عام 2012 خلفا للعماد داود راجحة الذي لقي مصرعه مع ثلاثة من كبار الضباط الأمنيين والعسكريين في تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق في الثامن عشر من يوليو عام 2012 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أن القيمة الصافية لثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته تقدر ما بين مليار وملياري دولار أمريكية على الرغم من الجهود التي ذبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لعزله بسبب دوره في الحرب الدائرة في بلاده وعن الأسد وقد قالت الوزارة في تقرير أعدته بطلب من الكونغرس الأمريكي نشرت جزء منه الخميس لحين أبقت الجزء الباقي سريا إنه ليس بيوسعها أن تقدم سوى تقدير غير دقيق لهذه الثروة لأنها تظن أن عائلة الأسد تمتلك أصولا بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة وبحسب الجزء العلني من التقرير فإن التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموما في ثروة عائلة الأسد ما بين 1 إلى 2 مليار دولار أمريكية أضفت الوزارة أيضا نقلا عن تقارير غير حكومية وأخرى إعلامية أن عائلة الأسد تدير نظام رعاية معقد يشمل شركات وهمية وشركات واجهات يستخدمها النظام كأداة للوصول إلى موارد مالية وأوضحت أن هذه الثروة يمتلكها بشار الأسد وزوجته وشقيقته وشقيقه وأبناء عمومته وأبناء خالاته وعمه ومعظمهم يخضعون لعقوبات أمريكية أضافت أيضا أنه لا معلومات كافية لديها عن صافي ثروة أبناء الرئيس السوري الثلاثة وأصغرهم الذي يبلغ من العمر 17 عاما وفرض الكونغرس الأمريكي عقوبات على الأسد وأفراد عائلته لمنع من إجراء تعاملات مالية في وقت استعاد فيه النظام السوري السيطرة على القسم الأكبر من البلاد بعد أحداث خلفت على مدار عقد كامل ما يقرب من نصف مليون راحل كما دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى محاسبة الأسد وأركان نظامه لكن بشار يستعيد شيئا فشيئا ما كانته في المنطقة ولأسيما أن الإمارات العربية المتحدة استقبلته في مارس آذار في أول الزيارة الرسمية له إلى دولة عربية منذ اندلاع الحرب في بلاده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر